في الحقيقة يعني صورة الحمير هي مجموعة قصية بتتكون من عشر قصص متنوعة السمة الرئيسية في المجموعة هي فكرة التنوع العشر قصص فيهم أفكار مختلفة فيهم قضايا مختلفة فهنلاقي أن الحب موجود الزواج موجود العلاقات الحديثة بين الشباب والفتيان زي الجورفة 118 موجود حتى مرض السرطان هنلاقي الفتاة فرح بطلة قصة الحب الأزرق إحدى محاربات السرطان موجود هنلاقي أشكال مختلفة من القصص والحكايات وتأتي في آخر المجموعة قصة صورة الحمير وهي لون مختلف عن باقي القصص العشرة ده لون أدبي تسميت المجموعة على اسم كان في الحياة بخصوص التسمية هو كان فيه حيرة فيه اختيار الاسم وكان فيه ترشيح من البعض الأسماء أخرى زي قصة جوازة إسماعيل وبوسينة دي قصة اجتماعية بتدور عن جوازة بين إسماعيل وبوسينة فيه وقت فات ونشوف شكل العلاقة علاقة الزواج والحب فيه زمن يعني سابق وإزاي حصل اختلاف دلوقتي وإزاي أولادهم فيه زمن حديث بيحصل بيدخلوا في علاقة جديدة لكن في زمن سوشيال ميديا بقى إنجاز التعبير وبنشوف المفارقة ما بين التجربتين في قصة اسمها جوازة إسماعيل وبوسينة كان فيه كمان ترشيح ليه قصة باسم كأس نبيز بتدور داخل إحدى الحنات وبطالها اسمه باخوانا كنت ميال جداً للقصة دي دي من القصة اللي أنا شخصياً يعني بحبها وكنت سعيد وأنا بكتبها لكن في الحقيقة استقررنا في الآخر على ثورة الحمير وده لون العنوان جزاب أنا يعني وكل واحد هيشوفه من منظور مختلف صحيح يعني وهو جزء من اخترر العنوان إنه هو يبقى سهل إنه هو يبقى جزاب إنه هو يبقى القارئ يستطيع حتى اللي هو يحفظه يستطيع اللي هو يميزه استقررنا على ثورة الحمير وده لون يعني أدب يستخدم حتى على مدار التاريخ أكتر من مرة في كتب شهيرة وأعمال شهيرة زي كليلة ودمنها كانت على ألسانة الحيوانات زي مزرعة الحيوان لجورج أرول زي نورس هاجون للكاتب الأمريكي ريتشارد باخ